في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية الأساسية وتطوير خدمات التنمية الاجتماعية يتم حاليا في ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة الضفار العمل على تنفيذ مشروع المركز متعدد الأغراض بإشراف من وزارة التنمية الاجتماعية ويضم ثلاث مباني رئيسية في موقع واحد على مساحة تقدر ب2700 متر مربع وبتكلفة تصل إلى نصف مليون ريال عماني هذا المشروع يشمل مبنى لدائرة التنمية الاجتماعية ومبنى لجمعية المرأة العمانية ومبنى لمركز الوفاء الاجتماعي وهذا علما بأن المشروع بتمويل وتنفيذ من قبل شركة تنمية نفط عمان مشكورة وذلك ضمن البرامج المسؤولية الاجتماعية للشركة جمعية المرأة العمانية بولاية شليم وجزر الحلانيات والتي تعد جزءا رئيسيا في المشروع الجديد تقوم بالعديد من الأدوار الاجتماعية بالولاية من أبرزها تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية وتبني مبادرات اجتماعية تساهم في رفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع ويعتبر فريق شليم الخيري التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالولاية نموذجا للعطاء والتكاتف الاجتماعي من خلال تبنيه للعديد من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين حياة العديد من الأفراد والأسر وتعزيز روح التضامن والتعاون داخل المجتمع فريق شليم الخيري يقوم بكثير من خدمات مثل أنه يعاد كشوفات الأسر المعسرة مستفيدين وكذلك يقدم لهم ترميم منازل جزئية أكثر أغلبها وأجهزة منزلية كذلك يقوم بدراسة حالات الطلاب الجامعيين من الولاية وإلى جانب المشاريع الاجتماعية هناك العديد من المشاريع الأخرى التي تساهم بشكل كبير في توفير بيئة ملائمة للنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي في ولاية شليم وجزر الحلانيات تمثل المشاريع وخدمات التنمية الاجتماعية بولاية شليم وجزر الحلانيات خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي محمد بن أحمد السليم المهري من ولاية شليم وجزر الحلانيات محافظ الضفاء